بسم الله الرحمن الرحيم نكمل شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الثالثة أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم وسنتحدث في الدرس الثاني بعنوان مقياس اليونوي للقدرات السايكو اللغوية طبعاً مقياس اليونوي تم تطويره من قبل كيرك ومك كارثي وكيرك عام 1932 وروجع في عام 1968 طبعاً هذا المقياس يهدف إلى قياس وتشخيص مظاهر الاستقبال والتعبير اللغوي وخاصة لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم حيث يعد هذا المقياس من المقاييس الفردية المقننة والمشهورة في مجال صعوبات التعلم طبعاً يتألف مقياس اليونوي للقدرات السايكو لغوية من 12 اختباراً فرعياً تغطي طرق الاتصال اللغوية ومستوياتها والعمليات النفسية والعقلية والتي تتضمنها تلك الطرائق وهذه الاختبارات الفرعية هي كالتالي واحد اختبار الاستقبال السمعي طبعاً هذا الاختبار يقيس قدرة الطفل على استقبال السمعي ويجيب الطفل بكلمة نعم أو لا اثنياً اختبار الاستقبال البصري وهذا الاختبار يقيس قدرة الطفل على مطابقة صورة مفهوم ما مع صورة أخرى ذات علاقة ثلاثة اختبار الترابط السمعي ويقيس هذا الاختبار قدرة الطفل على اكمال جمل متجانسة في تركيبها اللغوي أربعة اختبار الترابط البصري ويقيس هذا الاختبار قدرة الطفل على الربط بين المثيرات البصرية المتجانسة أو ذات العلاقة خمسة اختبار التعبير اللفظي ويقيس هذا الاختبار قدرة الطفل على التعبير اللفظي عن الأشياء التي يطلب منه تفسيرها اختبار التعبير العملي يقيس هذا الاختبار قدرة الطفل على التعبير عملياً أو يدوياً عما يمكن أداه بأشياء معينة طبعاً اختبار الاكمال القواعدي يقيس هذا الاختبار قدرة الطفل على اكمال جمل ذات قواعد لغوية مترابطة أيضا عندي ثامنا اختبار الإكمال البصري ويقيس هذا الاختبار قدرة الطفل على إدراك وتمييز موضوعات ناقصة طبعا هنا نقوم نعرض على المفحوص لوحة تتضمن عدد من الموضوعات الناقصة ويطلب منه تمييزها أيضا اختبار التذكر السمعي هذا الاختبار يقيس قدرة الطفل على تذكر سلاسل من الأرقام تصل في أقصى مدى لها إلى ثمن أرقام حيث نطرحها على المفحوص يعني نطرح عليه في هذا الاختبار بمعدل رقمين في كل ثانية ثمن أرقام نطرح عليه رقمين في كل ثانية أيضا يوجد عندنا اختبار التذكر البصري ويقيس هذا الاختبار قدرة الطفل على تذكر أشكال لا معنى لها بطريقة متسلسلة حيث يعرض على المفحوص كل شكل من تلك الأشكال لمدة تصل إلى خمس ثواني ويصل أقصى مدى لتلك الأشكال إلى ثمانية أشكال طبعا أخيرا عندي اختبارين وهؤلاء الاختبارين الأخيرات هي اختبارات احتياطية الاختبار الإكمال السمعي هو اختبار احتياطي وهذا الاختبار طبعا يقيس قدرة الطفل على اكمال مفردات ناقصة طبعا تكون متدرجة في مستوى صعوبتها والاختبار الأخير الاحتياطي أيضا اختبار التركيب الصوتي وهو كما قلنا هو اختبار احتياطي يقيس قدرة الطفل على تركيب الأدوات معا يعني نطلب من المفحوص أن يركب الأصوات التي يسمحها بفاصل زمني قدر ونصف ثانية بين كل صوت وآخر حيث يبدأ الفاحص بعرض أصوات لكلمات ذات معنى ثم ينتهي الفاحص بعرض أصوات لكلمات لا معنى لها طبعا هذا الاختبار يصلح للأطفال من 2 إلى 10 سنوات وهنا نشترت في الفاحص أن يكون مؤهل لتطبيق هذا الاختبار كي أن يكون أخصائي في علم النفس أو أخصائي في العلاج اللغوي طبعا يعطي الاختبار عنده تطبيقه درجة مقياسية وأيضا درجة عمرية طبعا الوقت اللازم لتطبيق الاختبار هو حوالي الساعة والنصف أما الوقت اللازم لتصحيحه حوالي 30 إلى 40 دقيقة وهذا المقياس يتوافر فيه دلالات صدق وثبات في المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل معكم بعض المعلومات الأخرى عن مقياس اليونويل القدرات السايكو لغوية